اشتركوا في القناة في القناة واضح ان المعايير بقت مختلفة في الدوري الإنجليزي واضح ان فيه زي ما حضراتكم شايفين سياسة جديدة وهي سياسة مدى تأثير اللاعب مع فريقه محمد صلاح متصدر هتدافئ الدوري الإنجليزي مع كون أجويرو اللي موجود من ضمن أفضل ست لاعبين في الدوري الإنجليزي للموسم الحال لكن محمد صلاح هنشوف يعني محمد صلاح هل هيفوز بسباء لقب هدافئ الدوري الإنجليزي للموسم الحالي عنده فرصة النهاردة أمام فريق هاردس فيلد في المباراة اللي هتكون ما بينهم الساعة 9 على ملعب الأنفل طبعا مباراة بالنسبة لهادس فيلد هي مباراة تسويقية للاعبي الفريق الفريق ضمن هبوطه لدوري الدرجة الأولى الشامبينشيب وبالتالي هو ما عندهوش أي شيء يبكي عليه غير أن لعبته تسوق نفسها لو حد منهم حابب أن يكمل في الدوري الإنجليزي للموسم القادم لابد من تقديم مباريات من نوع خاص لكل لاعب من لعبي فريق هاردس فيلد أما بنتكلم على صراع الدوري نفسه الدوري شوفنا مباراة ما بين منشستر ينايتد ومنشستر سيتي كلنا قلنا للممكن اليونيتد يهدي لقب الدوري الإنجليزي إلى مدينة ريفو لكن كان واضح جدا أن اليونيتد عنده مشاكل كبيرة جدا والسيتي هو فريق كبير فريق صاحب شخصية قوية داخل إنجلترا أما في دوري الأبطال فالموضوع مختلف علشان ما نخلطش بين الأمور دوري الأبطال محتاج شخصية مختلفة تماما عن الشخصية اللي موجودة في الدوريات المحلية السيتي عنده شخصية قوية عنده لعيبة على أعلى مستوى عنده كل اللعيبة اللي موجودة جوه الملعب عندها حلول مختلفة كلنا بنشوف الحلول الدفاعية بنشوف أيضا الحلول اللي موجودة في نص الملعب وأيضا الحلول الهجومية ممكن الهدف يجي من أي خط من الثلاث خطوط لكن السؤال الكبير والقضية لجريدة سان الإنجليزيين فجرها هي خاصة بول بوكبا بوكبا وهنتكلم معكم في فقرة أغلفة الصحف العالمية أن بوكبا عامل مشاكل كبيرة جدا في منشستر يونيتد لاعب ضد سولتشاير ودايما بيقود غرفة خلع الملابس إلى الانقسامات وإلى الثورات ده كلام على مسؤولية صحيفة الصن وبيكدبين في الآخر أن علينا الاعتذار إلى مورينيو أن من الآخر هم ظلموا مورينيو أنه هو وصل به الحال ونتكلم على لعبته أنه هم لعيبة أصحاب عقلية صغيرة وده اللي اتكلمت عليه صحيفة الصن وقالت أن الفترة اللي جاية هنلاقي انقسام طبعا على سولتشاير وأيضا بوكبا مش عاجبه سولتشاير وقال بعد ماتش أفرتون أن الكلام لسولتشاير قاله ده كلام لا يليق بمدرد منشستر ولا بمثابة لعيبة منشستر وأيضا وكيل أعمال بول بوكبا ريولة واحد من أكبر الوكالاء في العالم إثارة للمشاكل طلب من إدارة منشستر إغلاق كل التفاوضات أو المفاوضات الخاصة ببول بوكبا ببقاءه مع منشستر أو تجديد عقده وخبر لسه جديد أن بول بوكبا رفض استخراج تأشيرة الصين مع فريق منشستر علشان ما يكونش موجود معهم في المعسكر الصيفي للموسم المقبل منشستر عنده تشيلسي فيه مباراة أعتقد أن هي مهمة منشستر محتاجي يكون موجود في دوري الأبطال الموسم القادم لكن تخيلوا حضراتكم أن أرسنل ومنشستر إلى الوقت الحالي هم برا دوري الأبطال علشان يكون موجود الستي وليفر بول وأطوط نهم وتشيلسي لكن كل حاجة برده في الثلاث ماتشات طبعا طيب جمهور ليفر بول بيفكر في ماتشين بل همش ثالث طبعا هم ثلاث ماتشات لكن ماتشين هم اللي بيفكر فيهم جمهور ليفر بول مباراة برايت أو في البداية مباراة بيرنلي ودي ممكن يتعثر شوية السيتي لو بيرنلي لعب فعلا 100% ليه؟ بيرنلي في آخر مباراة أمام تشيلسي على ملعب تشيلسي اتعادل اتنين اتنين أما المباراة الثانية هي مباراة لستر سيتي وبالمناسبة قررت ربطة المحترفين الدوري الإنجليزي إن هي لو وصل الأمر لآخر مباراة في الدوري الإنجليزي علشان يتمي فيها الحسم هيعمله كاسين كل كاس في ملعب سواء ملعب الأنفل أو ملعب الاتحاد علشان خاطر الفريق الفائز يتم تسليم قبل كده كان إيه اللي بيحصل؟ قبل كده كان يكون فيه طيارة هليكوبتر بتنقل الكاس للملعب اللي بيتم تحديد الفائز فيه بالشكل السريع لكن لبعد الملعبين اللي هيكون فيهم آخر مبارتين سواء لليفر بول أو منشستر سيتي قررت الربطة إن هي تعمل كاسين ومدليات دهب سواء للسيتي أو لفريق ليفر بول دوري الإنجليزي دايما دوري مثير دوري فيه قرارات بنتعلم منها زي تقنية الفار الفار من الموسم القادم رسمياً هيتم تضييقه في الدوري الإنجليزي لكن بشروط وهو إن حكم الفار اللي موجود في غرفة المرأبة غرفة مرأبة الفار وغرفة التحكم في الفار هو اللي هيقول القرار طيب اتحاد الدولي اعترط والاتحاد الأوروبي اعترط لكن إيه كان تبرير الرابطة في الدوري الإنجليزي قالت إن إحنا مش عايزين نوقف المباراة لوقت طويل وبالتالي المباراة تفقد حمستها وبالتالي هيكون فيه تنصيق فبين حكم الساحة وبين حكم الفار اتحاد الدولي معترض على إيه والاتحاد الأوروبي معترض على إيه اتحاد الدولي معترض إن حكم الساحة هو صاحب القرار وما ينفعش ان اي حد تاني يتدخل علشان يقول قرار غير حكم الساحة عشان كل المباراة من اولا الاخرة تكون تحت مسؤوليته لكن زي ما قول حضركم الدوري الانجليزي دايما بيتكلم على او بيكون فيه كل جديد دوري الايطالي خلاص يوفنتس بيحسم لقب الدوري الايطالي للمرة التمنى على التوالي في ايطاليا هو المهيمن والمسيطر رونالدو موجود في 100% المسلم قدم موجود مش هيمشي مش هيمشي لكن الاجري ما بين ان هو هيمشي وبين ان هو يقعد لكن الاجتماع مع انيال لرئيس يوفنتس بيقول ان الاجري موجود للموسم القادم الاجري واحد من المدربين اللي اكيد لو قارن ان هو يرحل عن يوفنتس هنلاقي ان دي كتير جدا بتسعى ان هي تكون موجودة اره روما وكانتي اعتقد ان الموضوع شبه حسم ده على مسؤولية الصحافة الايطالية ان كانتي خلاص اتفق مع روما من خلال الموسم القادم ويكون هو المدير الفني القادم لذي ااب روما لما الدوري الفرنسي فبيعود الى فاريس سان جرمان وفاريس سان جرمان كالعادة بيفوز بالدوري الفرنسي بلا منافس اولمبي كليون مارسيليا الانديا الكبيرة جدا موناكو كلهم بيغيبوا عن التنافس مع فاريس سان جرمان اللي بيفوز بالدوري بفارق نقاط كبيرة جدا جدا لكن فاريس سان جرمان في اخر مباراة او القبل الاخيرة خسر بخمس اداف مقابل الهدف وكانت مباراة كارثية بالنسبة لفاريس سان جرمان اما الدوري اليوناني بعد 34 سنة الدوري بيعود الى باوك سالونيكا علشان يتواجه بيه من زمن بعيد جدا والاحتفالات اكيد مختلفة تماما في مدينة باوك باوك النادي اللي لعب ليه لعيبة مصرية كتيرة جدا 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 طبعا مدينة باوك هي سالونيكي وبالتالي المدينة كان فيها احتفالات هنوري لحضراتكم الاحتفالات في ثقرة الفيديوهات المتنوعة وهتشوفوا مدى الجنون ومدى عشقهم وحبهم للعبة كرة القدم والاحتفالات النارية المختلفة اللي دايما بيكون في اليونان ليها شكل مختلف وليها ايضا طابع مختلف هنتكلم ايضا على صلاح واملنر وايه اللي حصل ده بينهم في رقة الجزاء كي كلنا متعاطفين مع محمد صلاح لكن القلب بيقول ان محمد صلاح يشوت علشان ينفرد بالصدارة لكن العقل بيقول رقم واحد هو اللي يشوت رقم واحد لان النتيجة واحد صفر انا مش بدافع او بهاجم انا بتكلم بالشكل الطبيعي بتكلم في مصلحة الفريق العقل بيقول ان النتيجة واحد صفر مباراة صعبة امام كاردف في ويلز وبالتالي ضياع رقلة الجزاء معناه ان ليفر بول هيعاني لنهاية المباراة وبالتالي لابد كان افضل لاعب هو ميلنر اللي هو رقم واحد يسدد رقلة الجزاء لو محمد صلاح لقدر الله كان ضياعها كانت تتبقى مسؤولة كبيرة جدا عليه وكانها يتحمل ضغوطات اكبر من الطبيعي والفريق مش عايز ضغوطات غير يركز فيه مباراة الدوري على ابطال امام برشونة وايضا نركز فيه اخر تلك جولات في الدوري الانجليزي احداث كتيرة جدا جدا هنحكيها وهنتكلم ايضا عن برشلونة وبكرة لو برشلونة فاز بيه المباراة في الدوري الاسباني رسميا هو كمان هيحسم اللقب الاسباني قبل ما يروح لموقعة ليفر بول علشان يتبقى لنا الدوري الالماني والدوري الانجليزي في الدوريات الخمسة العالمية لسه لم يتم حسمهم هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل معاكم باقي الاخبار والصحف والفيديوهات اللي دايما حضراتكم بتحبوها وبتابعوها معنا هنا من خلال ويرد سبورس وقناة الاهلي خليكم معنا ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وكالعادة هنبدأ معاكم بأغلفة الصحف العالمية لكن المرة دي هنبدأ من ايطاليا ونشوف الصحف الايطالية بتكلم بتقول ايه بعد مباراة ميلا نولاتسيو اللي فيها كلام كتير والكلام من جريدة لجازتة ديلو سبورت الايطالية ونشوف ابرز العنويين والاخبار اللي موجودة معنا اول خبر من لجازتة ديلو سبورت الايطالية بنتكلم على العنصرية العنصرية وتصريح ليوناردو المدير الرياضي وزي ما حضراتكم تابعتم وشوفتم ان مباراة ميلا نولاتسيو كان فيها بعض الاحداث السياسية ليوناردو تكلم وقال يجب تطبيق القواعد وقال ان لابد من معاقبة جماهير لاتسيو اللي رفعت لافتات سياسية خلال المباراة وبالتالي حكم المباراة هو شايف ان ليوناردو شايف حكم المباراة ان هو خالف قواعد او القوانين الموجودة ان في اي وقت من الاوقات لما جمهور يرفع لافتات سياسية لابد من توقف المباراة الى حين حل هذه المشكلة توتو سبورت الايطالية والكلام على بوكبا واختيار بوكبا اليوفنتوس او ريال مادريد وده الكلام اللي قلنا لحضراتكم عليه في بداية الحلقة وان بوكبا سيرحل عن منشستر بنهاية الموسم الحالي لكن هل سيكون موجود في اليوفنتوس ولا في ريال ولا في نادي ثالث الفرنسي يقبر اليونيتد انه سيغادر منشستر في يونيو العودة الى تورينو هي الاولوية لكن توريز وزيدان مستعدان للعب بطاقة بيل لانتزاعه من البيان كوناري نروح لكوريري ديالي سبورت الايطالية وساري يعود موريسيو ساري ليوناردو ومالديني غاضبان بدون دوري الابطال يمكن اقالة المدرب قمة صعبة مع جاتوزو وميلا يشارك ايضا في سباق الحصول على مدرب شلسي واضح ان موريسيو ساري هيكون موجود في دوري الايطالي الموسم القادم وهتفات عنصرية في مباراة ميلا ولاتسيو والروستوناري يطلب من الاتحاد الايطالي فتح باب التحقيق نروح لاسبانيا ونشوف الصحف الاسبانية كتبائه والكلام من موندو دي بورتيفو والاسبانية والبرس الخارق باشلونة هو النادي الوحيد في ايروبا اللي بيلعب على الثلاثية الدوري والكأس ودوري الابطال الدوري لو فاز في مباراة بكرة هيتوج رسميا بلقب الدوري بيلعب فيه نهائي كأس الملك أمام فالنسيا واللي هيكون في شهر مايو وأيضا وصل للمباراة قبل النهائية مع ليفر بول واللي هتكون الأسبوع القادم أسبوع حاسم للنادي الأكثر احتضانا للرياضات المختلفة بوجود عديد الألقاب على المحات النادي الكتالوني بفرقة محترفة مرشح للفوز بستة ألقاب أوروبية وست بطولات دوري وست بطولات كأس نروح لسبورت الاسبانية ونشوف كاتبين إيه حفلة وكأس جديدة غدا يمكن أن يكون يوما عظيما البارسا يحضر لاحتفالات ضخمة في حال تحقيقه للقب اللي جا في الكامب نو ضد ليفانتي طبعا لويس هيسافر إلى برشلونة كي يسلم كأس الدوري للكابتن ميسي مباشرة بعد نهاية المباراة ضد ليفانتي ساندرو روسيل وكلام راساندرو روسيل طبعا هو رئيس البارسا السابق وبعد ما تم تبريقه بعد اتهامه بعد قضايا بيقول أنا سعيد جدا ماركال الأسبانية والكلام على إبراهيم دياز هو الأبرز في تلك المباراة الصعبة ريال مادريد يستعد للمنافسة اللي بيريدها سيدان للليجة أبراهيم دياز واحد من اللعيبة اللي ريال مادريد تعاقد معها من منشستر سيتي وهو لعب يعني كل المتابعين بيتوقعوا أنه يكون عنده مستقبل مميز جدا مع فريق ريال مادريد في السنوات القادمة نروح لأسأل أسبانية ريال مادريد يتعثر تعادل لا يحتمل أمام ختافي الذي يستمر بالمركز الرابع إبراهيم دياز كان اللاعب الجيد الوحيد سيدان استحقنا أكثر من هذا طبعا سيدان مش عجبه التعادل الأخير أمام ختافي لكن زي ما حضراتكم شايفين هو موسم كارثي بالنسبة لريال مادريد ولازم يستعد للموسم القادم بشكل أفضل من كده نروح لألمانيا والكلام من فاز فاز الألمانية كل شيء وارد في ديربي رو وده ما بين شالكا ودورتمونت السبت المقبل هيكون بكرة وطبعا لو حصل نتيجة سلبية وباني ميونيخ حق نتيجة إيجابية فاللقب خلاص بنسبة كبيرة هيكون في ملعب الأليانز أرينا نروح لإنجلترا وجريدة السن والتحقيق الكبير المفتوح في حق بوكبا زي ما حضراتكم شايفين ثلاث نقاط لبوكبا أول نقطة أن اللاعب يعتقد أن سولتشاير أقل من منشستر ينايتد النقطة الثانية أن اللاعب متفاهم أن سولتشاير ليس هو الرجل المناسب لهذه المرحلة والنقطة الأخيرة أن وكيل أعمال بول بوكبا يؤجل مفاوضات منشستر مع اللاعب إلى حين انتهاء الموسم اللي بيعتقد الكثير والكثير من الصحافة والإعلام وأيضا من المقربين لبول بوكبا أنه هيغادر بنهاية الموسم لإما اليوفانتوس أو لريال مدريد لسه مش عارفين مين الأقرب طبعا يعني جريدة السن دي كانت الجريدة الأبرز نحن جبما نحضر لكم الكلام والموضوع الأبرز وفي الآخر هم يعني هم عارفين ومقدرين أن لابد من الاعتذار إلى جوزي مورينيو اللي كان بيقول كلام زي الكلام اللي حالكم بتقروه حاليا لكن ما كانش حد مصدقه ولكن ماضح أن مورينيو كان عنده حق وبيقول أو سان بتقول في نهاية الحديث أن لابد الاعتذار إلى جوزي مورينيو نروح للصحف الفرنسية وآخر صحيفة موجودة معي هي لكيب الفرنسية الصحيفة بتتكلم على الانتقالات في فرنسا وبتؤكد أن الكثير من المتغيرات طبعا الفرق هتعرفها نهاية الموسم وأن فيه نجوم كتيرة هتتحرك سواء بالانتقال إلى الدوري الفرنسي أو خارج الدوري الفرنسي طبعا كمان الصحيفة بتتكلم على اللقاء بردو وأوليمبيك ليون في الدوري الفرنسي مؤكدة أن فوز ليون يعتبر مهما لسعي وفي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا طيب خلصنا مع حضركم أغلفة الصحف العالمية وأهم الأخبار اللي موجودة في الصحف العالمية أقل عادة الدنيا في إيطاليا مشتعلة جدا في إنجلترا الدنيا مستقيرة إلى حد ما وفي أسبانيا هيكون يوم الحسن بكرة لو برشونا فاز على ليفانتي لكن قبل ما نروح للأخبار هنروح لجدول الترتيب وأيضا اللقاءات وأيضا كمان هنتابع معكم أبرز الأهداف أو هداف في الدورات العالمية نروح معكم لدوري الإنجليزي والسيتي في المركز الأول 89 نقطة ليفراربول في المركز الثاني 88 نقطة وتورتنهام ووتسبيرز 70 نقطة في المركز الثالث وتشيلسي في المركز الرابع 67 نقطة وأرسنال في المركز الخامس 6 و60 نقطة موعيد لقاءات الجولات القادمة تبدأ من اليوم ليفراربول وهادرس فيلد الساعة 9 بكرة تورتنهام ووستهام الساعة 1.5 وبرنلي ومنشستا سيتي يوم الحد الساعة 3.05 وأيضا اليونيتد وتشيلسي وقمة الأسبوع الساعة 5.5 يوم الحد هدافه الدوري الإنجليزي سورجي أجويرو يتساوى مع محمد صلاح 19 هدف أوبوميانج 19 كمان دخل هو معاهم في السباع وساديو مانين 18 هاريكين 17 رحيم ستيرلين 17 الدوري الأسباني وجدول الترتيب برشلونة في المركز الأول 80 نقطة وأتلاتكو مدريد 71 نقطة ريال مدريد 65 نقطة إشبيلية 55 نقطة وختافي هتساوى مع إشبيلية ب55 نقطة الجوالات القادمة هتبدأ من بكرة السبت الساعة 4 وربعة أتلاتكو مدريد وبلد الوليد برشلونة وليفانتي تسعة إلا ربعة ويوم الحد فالنسيا وإبار الساعة 12 الظهر ورايو فايكانو وريال مدريد الساعة 9 ونص هتدافع الدوري ألا سي ليونيل ميسي 33 نقطة لويس سواريز 21 نقطة كريم بنزيمة 21 نقطة كريستيان استواني لاعب جيرونا 19 هدف أنا بتكلم 33 هدف 21 هدف وأيضا 21 هدف و19 هدف وأوسام بنيدر 17 هدف وياجو أسباس 16 هدف لاعب سالتافيجو والدوري الإيطالي ونروح سريعا لجدول الترتيب ونبدأ مع اليوفانتيس اللي حسم اللقب 87 نقطة نابلي 67 نقطة وإنتر ميلا 61 نقطة والتالانتا 56 نقطة وميلا 56 نقطة المعجهات القادمة اللي فقط هتحسم المقاعد الأوروبية المتأهلة تاني وتالت ورابع روما وكالياري بكرة الساعة 6 إنتر ميلا ويفانتس في قمة ملعب ديوتسيب ديمياتسا الساعة 8 ونص يوم الحد فروزينوني ونابولي الساعة 12 ونص وتورينو وميلا يوم الحد الساعة 8 ونص قائمة الهدفين فيها دوريا الإيطالي لسه على المقدمة كواليريلا لعب سامبودوريا 22 هدف دوفان زابات لعب أثلانة 21 هدف كريستوف بياتيك 21 هدف كريستانو رونالدو 19 هدف وميليتس 17 هدف وكابوتو لعب إمبولي 15 هدف خلصنا مع حضراتكم أبرز المواجهات والأهداف وكلمنا معكم دوري إيطالي تم حسمه خلاص لكن لسه قدامنا الجوالات في أدوري الإنجليزي وأدوري الأسباني معنا على التليفون واحد من أهم نجوم القرى المغربية والكرة الأفريقية وأيضا الكرة الفرنسية وهو نجم منتخب المغرب ونجم نادي ليون الكابتن عزيز بودر بالا برحب بيك كابتن على القناة الأهلي الله يبرك بيك أستاذ مرحبا الحمد لله طبعا بنتشرف بحضرتك وبنتشرف بوجودك على القناة الأهلي عليك واحد من نجوم المغرب وواحد من نجوم القرى الأفريقية اللي بنعتز بيها دايما أنا كابتن وأنا كذلك طبعا قبل منظف الحوار أنا بغيت نهني طبعا نادي الأهلي على دي كرام يوم 12 سنة وهذا يعني هذا نادي الأهلي يعني هو من الأندي المغربية والعربية والإفريقية طبعا نستخر بها وإن شاء الله بحول الله يا رب يعني يبقى دائما نادي الأهلي يعني في مظاهر إن شاء الله ودائما دائما نكشرف طبعا القرى العربية والإفريقية كابتن عزيز هبدأ معك من الدوري الفرنسي يكون حضرتك واحد من نجوم الدوري الفرنسي خاصة نادي ليون يعني باريس سان جرمان في الفترة الأخيرة محتكر الدوري الفرنسي وغياب لموناكو وليون ومرسيليا هل تعتقد إن احتكار الدوري لباريس سان جرمان هيظل الفترة طويلة ولا ممكن الثلاث فرق اللي بيمثلوا تاريخ كبير من الدوري الفرنسي يرجعوا تاني نفسه وتكون فيه منفسة عادلة في الدوري الفرنسي طبعا أنا لا أظن لأنه كتعرفوا بأنه الفريق باريس سان جرمان هو كيحتوي على من خيرة اللاعبين في أوروبا وطموحات باريس سان جرمان وهو اللقب باللقب الأوروبي طبعا فأظن لا طريق ليون اللي أنا كان عرفه عن قرب بما أنني لعبت في هذا الطريق ورئيس كل مكونات هذا النادي يعني أصدقائي فأنا لا أظن يعني يقدروا يدخلوا في المنافسة يعني في السنوات المقبلة لأنه ستكون صعب 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 جدا لأنه ميزانية لباريس سان جرمان تفوق بكتير ميزانية كل الأندية الأخرى كابتن عزيز هل تعتقد أن بعد تطبيق قانون اللعب المالي النظيف ممكن يعود الفرق الفرنسية من جديد ولا حتى بعد تعديل القانون وبعد تطبيق القانون وتحذير نادي باريس سان جرمان هتظل المنافسة في صالح باريس سان جرمان لامتلاجه عديد من النجوم مثل نيمار وامبابي وكذا لا يوجد مقياس بما أنه باريس سان جرمان عنده لعبين في المستوى كاباني ونيمار وامبابي وديمارية والعدد من الأسماء أنا لا أظن صراحة وهذا شيء طبعا شيء مزعيش كتير بالنسبة للأندية بطبيق الحال الفرنسية وبنسبة للكورة الفرنسية ككل كابتن عزيز هبدا معك أو هروح معك لأمم أفريقيا والبطولة اللي ان شاء الله هكون موجودة في مصر ومجموعة منتخب المغرب اللي فيها المغرب وجنوب أفريقيا وكوتيفور واناميديا وعايز أعرف رأي حضرتك في المجموعة وفرص منتخب المغرب في الفوز بلقب أمم أفريقيا صراحة أنه أنا أظن طبعا أنا كنت واحد من المحظوظين صراحة بحضورك في قرعة كأس الأمم الأفريقية في مصر وبالضبط في الأهرام يعني دوزنا صراحة الليلة كانت تاريخية وهذا يعني من شيمة قيم المصريين اللي عندهم يعني اللي عندهم العادة في تنظيم بطولات في هذا الحجم فأنا أظن شخصيا بأنه بما أن المنتخب المصري هو يحتوي على عناصر أو لعبين في مستوى عالمي مثل محمود صلاح طبعا ونيني وآخرين وطبعا وكذلك تشريبا لخيرها المنتخب المصري المجوعة كان الكونغو الديمقراطية وأغاندا وزمبوية على أضنطيم إداء في أول وقت لكل شيء المنتخب المصري في المباراة الأولى ضد زمبابوية لانتصر في هذه المباراة طبعا سيكون الولوج للدور الثاني بدون إشكال وأنا ما عنديش هناك شك ما عنديش شك بما أنه لأول هاد الثورة هادية في بلدنا الحبيب البلدنا الثاني مصر غادي تكون دورة من ممكن تكون من أفضل من أفضل دورات كأسية ركح للأمان وطبعا هو بالنسبة المتخب الوطني المغربي جيكي تواجد في المجموعة الرابعة مع الكود ديبوار وجنوب إفريقيا وناميبيا أنا حين المغرب الحمد لله اليوم عدنا منتخب قوي منتخب عنده عناصر أخذت واحد تجربة وخبرة كبيرة في هذه المباراة الدولية بالإضافة بعد المشاركات للعيبين الآن أغلديتهم أخذوا وحد أصلوا وحد السن لهم محتاجين لقب إفريقي وأنا أظن ستكون هذه نقطة من نقطة القوة المتخب المغربي والكود ديبوار حنا تتنع لها في إخصائية كأس العالم الأخيرة وأظن بالنسبة للمغربي لا يوجد شيء المشكل في إخصائية المتخب المتخب المجموعة الخامسة التي فيها تونس وماري وموريتانيا وأنغولا جوجة الدول العربية التي تنافسها على الولوج الثورتاني تقول أنا بالنسبة لي هذه المجموعة اللي فيها الجوال الحربية تكون شوية صعبة أكثر من المجموعة التي فيها المغربي بما أنها تسمى المجموعة المغربي كابتن عديز عايز أروح مع حضرتك لحكيم زياش واحد من نجوم المغرب واحد من نجوم نادي آيكس المستدام وعايز أتكلم مع حرك في نقطتين عايز أعرف رأيك وتقييم حضرتك لحكيم زياش وأيضا هل تعتقد أن ممكن اللاعب ينتقل بنهاية الموسم الحالي الأحد الأندية الأوروبية القوية للموجودين سواء في إنجلترا أو في إيطاليا أو في أسبانيا وأيضا عايز أعرف رأي حضرتك في نادي آيكس وهل نادي آيكس قادر على الصعود للمباراة النهائية في دوري الأبطال أمام خصم قوي وعنيت زي فريط وطنهام وفرص الفريقين مين فيهم أقوى؟ شوف أنا عادي مشين جوبك عن السؤال على الفريق أجاكس أجاكس اليوم أصبح يعني من خلال الموسم هذا والفوز دياله على أنفية كبيرة أوروبية والولوج لنصف نهائي كأس أوروبا البطلة وبما أنه نقطة مهم مجيدة هو الأجاكس اليوم عنده تسع لاعبين من خريجين من الأكاديمية الأجاكس فهذا يعطي رغبة جديدة للأندية الأخرى الأوروبية لأنه لكل اليوم أصبح يتكلم على طريقة لعب برسولون أو ريال مادريد أو ليفر بول أو الأنديية الأوروبية الكبيرة فاليوم يقول كذا على طريقة لعب الأجاكس فهذا الأجاكس نحن نعرفهم في تبعينه من الزمان الآن في أرجاع يعني في الجانب التكويني لللاعبين النادي بطريقة أو ستراتيجة عمل في السنوات السبعينات سنوات يوان كرويف ودخلوا عليه يعني تأتيلات مهمة جدا اللي أعطتهم لاعبين في مستوى يعني على لي ومن أبرز اللاعبين صراحة اللي كنين الآن في أوروبا وبالنسبة لجلياش أنا جلياش هذا أنا واحد من اللاعبين كان كتابني كتير للطريقة الثلاث يالو بأنه عنده أحنا كنعرفوا بأنه اللاعبين دائماً اللي كيكونوا كيلاعبووا بالرجل الشمال بالرجل الشديوس كيكونوا لاعبين مميزين وجلياش فد ثلاث سنوات كان من أبرز لاعبين نادي أجاكس وكذلك حتى من أبرز لاعبين العرب اللي كلابو في بطولات أو في أندية أوروبية نجم آخر من نجوم الوطن العربي ونجوم أفريقيا ونجم مصر محمد صلاح وعايز أعرف رأي حضرتك في خروج محمد صلاح من أفضل لعيبة في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي وأيضاً خروجه كواحد من أفضل لعيبة اللي موجودين في التشكيلة المثالية مش بس محمد صلاح دا محمد صلاح وإيدن هازرد أعايز أعرف رأي حضرتك وتقييم ربط المحترفين الإنجليزية في الاختيارات اللي حددوها واستبعاد محمد صلاح من التشكيلة المثالية وأيضاً من أفضل لعيبة في الدوري الإنجليزي اللي اللقب في طريقه لفيرجيل فاندايك مدافع ليفر بول كأفضل لعب في الدوري الإنجليزي الموسم 2018-2019 صراحةً أريد أن نتكلم عن محمد صلاح كنجم القرى العالمية اليوم محمد صلاح صراحةً كيف كنا 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 تزوء يعني بلاعبي مصريين بشرفة القرى المصرية جمان يعني هو مكتر وسمحوا لي لك نتعلم أنه أنا عندي محمود الخطيب وعندي محمد أبو تريكا اليوم نحن عدنا لاعب عربي كالفتاق ربعيه وكان عدنا الزوبي وكان عدنا الزوبي في العروبة جياله محمد صلاح اللي في تسواجه زيزاً أصبح ينافس أو يعد من أفضل لاعبين القرى العالمية عدد في حداته بمثال نحن يعني كعرب كي شرسنا كثيراً يعني فوق طيب واضح أن الخط فيه مشكلة والاتصال اتقطع لكن هنكمل ونحاول نجيب الكابتن عزيز بودربالة مرة تانية علشان نسأله عندنا أسئلة كتيرة جداً ودائماً بننتهز الفرصة لما يكون موجود معنا نجم من النجوم القرى العالمية والقرى العربية بنسأله في كل شيء بصراحة أنا عايز بقى أشكر يعني أشكر عمر البنوبي وأحمد شهاب ومحمد عبد المنصف على الشغل اللي بيعملوه وعلى المدخلات اللي بيتعبوا فيها جداً جداً علشان نكون دايماً مع حضراتكم بشكل مختلف بيكون معنا نجوم كتيرة جداً نجاحنا أن احنا يكون معنا يعني صفوت اللعيبة العربية كابتن عزيز بودربالة وراضي الجعايدي وجبنا لحضراتكم قبل كده كابتن رابح ماجر وبالتالي لازم أشكرهم شكراً جزيلاً على تعبهم وعلى المجهود اللي بيبذلوه علشان نكون مع حضراتكم بالشكل اللي يرضيكم وبالشكل اللي بيكون مختلف هنتكلم تاني لحد ما نجيب كابتن عزيز بودربالة في الكلام اللي قال عليه تكلم على مجموعة مصر كويس جداً وقال أن يعني شوفوا الحب اللي الراجل تكلم فيه على مصر وقال أن أنا شرف لي أن أنا كنت موجود دايماً مصر لما بيتم إسنادها لأي بطولة من التنظيم اللي بتنظمه بيكون على أعلى مستوى وهو كان مبسوط جداً من حفل الفتاح اللي بصراحة أبهر العالم كله وأبهر أفريقيا ولطن العربي كله كمان نتكلم على منتخب المغرب وحظوظ منتخب المغرب في المجموعة وأيضاً نتكلم على منتخب تونس كمان وتكلم على كل المنتخبات العربية وده أكيد بيدل على مدى احترام من كابتن عزيز بودربالة لكل المنتخبات وأنه أكيد بيتمنى لهم التوفيق كلهم إن شاء الله ونتمنى أن اللقب الأفريقي يكون يعني إحنا بنتكلم بما أن إحنا بنتكلم في مصر فمصر يكون اللقب إن شاء الله من نصبنا لو لا قدر الله لم يحرفنا التوفيق نتمنى أنه يكون لقب أفريقي شمال أفريقي المغرب أو تونس أو الجزائر كمان نتكلم على حكيم زياشو نتكلم على فريق آيكس وزي ما احنا كلنا نتكلم على آيكس قال إن فريق آيكس هو من ريحة يوهان كرويف وزمن آيكس الجميل وزمن آيكس اللي كان مسيطر فيه في أوروبا واللي كان ليه شأن كبير جدا في أوروبا وتمنى الحكيم زياشو التوفيق هو واحد كمان من العيدة اللي بيقدر جدا موهبة حكيم زياشو وإحنا كمان كلنا بنستمتع بحكيم زياشو لعب صاحب مهارات عالية جدا 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 وتكلم على محمد صلاح وكنا لسه نتكلم على بقى خروجه من الطاب سيكس لأفضل ستة لعيبة في الدورية الإنجليزي وقال إن محمد صلاح هو لعب عالمي وقال إن زي ما كان في مصر بالنسبة له أفضل اتنين لعيبة كابتن محمود الخطيب وكابتن محمد أبو تريكا ومحمد صلاح بالنسبة له ثالث لاعب أو ثالث أفضل لاعب مصر هو تفرج عليه أو بيتفرج عليه وكنا نتكلم بقى ونستعرض ونعرف إن بس مثل محمد صلاح هو خارج التشكيلة المثالية لا دم حد أيدن هازرد هو كمان خارج التشكيلة المثالية نقول لحضراتكم في الأخبار مدى اعتراض يورجين كلاب ونادي ليفر بول على خروج محمد صلاح وأيضا على خروج إيدن هازرد من التشكيلة الأساسية طيب هنحاول نجيب الكابتن عزيز بودربالة مرة تانية على التليفون لكن في صعوبة في الوصول للكابتن عزيز بسبب وجوده في منطقة جبلية في المغرب لكن بنشكره لحد ما يرجع تاني لو ما رجعش تاني إن شاء الله نحاول نجيبه في حلقات تانية نبدأ معكم الأخبار بقى سريعا علشان نعرف حضراتكم إيه اللي موجود في الصحافة العالمية والأخبار العالمية ونبدأ معكم بيورجين كلوب ويورجين كلوب غاضب بشدة عن غياب محمد صلاح عن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي كلنا زعلانين مش بس يورجين كلوب ويورجين كلوب طبعا بعد الإعلان اللي تم من ربط المحترفين الإنجليزية عن ست لعيبة من منشستر سيتي وأربعة من ليفر بول مفيش ما بينهم محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وأفضل لاعب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وأيضا هداف الدوري الإنجليزي الموسم الحادي أربع لبا من ليفر بول وفيرجيل فاندايك وأليكساندر أرنولد وأندرو روبرتسون وساديو مانيو وكلاب أل في آخر حديثه قبل لقاء هادر سفيد وفي المؤتمر الصحفي للقاء هادر سفيد قال صلاح كان يستحق التواجد مرة أخرى ضمن القيمة طبعا هو أبرز هداف في البريمير ليج وسجل الكثير من الأهداف المهمة بالنسبة لنا نروح بقى لتشيلسي وأيضا بيان غاضب من تشيلسي بعد استبعاد إيدن هازرد من الفريق المثالي للدوري الإنجليزي تشيلسي أصدر بيان شديد اللهجة أعرف فيه عن استغرابه من استبعاد إيدن هازرد من قيمة الفريق المثالي للموسم الحالي واللي أعلنتها ربطة اللعبين المحترفة في إنجلترا طبعا نادي قال إن هازرد بيقدم أفضل مواسمه حتى الآن وبيشير إلى أن أكثر اللعيبة إسهاما فيها الهداف بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 29 هدف سجل 16 هدف وصنع 13 هدف برضو دي علامة من علامات الاستفهام الكبيرة جدا عشان ما حدش يقول إن احنا متعصبين لمحمد صلاح ما ينفعش هازرد محمد صلاح يكونوا مش موجودين حتى لوما مش مؤثرين مع فراءهم الموسم الحالي حتى لو محمد صلاح مش مؤثر طبعا إيدن هازرد إيه علامات الاستفهام أو إيه أسداب أنه هو تم استبعاده من قيمة الأفضل في الدوري الإنجليزي لأفضل 11 لعب هازرد بتفوق على نجمي منشستة سيتي رحيم ستولينج وإجويرو اللي سهمه في 27 هدف وموجودين في التشكيلة المثالية إيمانوال إيه دي بايور رونالدو سجل 3 هداف بشوت 1 فكاد أن يقتله مورينيو ده بقى حاجات لو نرجع بالزمن لورا بقى مهاجم الأفريقي إيمانوال إيه دي بايور أحد المواقف التي لا يزال تذكرها بشأن تعامل المدرب ببرتغالي جوزي مورينيو مع النجم البرتغالي كريستان رونالدو لما كانوا موجودين مع بعض في ريال مدريد إيه دي بايور كان موجود في النص الثاني من موسم 2011 مع فريق ريال مدريد وسجل 8 أهداف في 22 مباراة قبل ما ينتقل لصفوف توتنهام وكان في حديث مطول لموقع جول داتقام مع طبعا إيه دي بايور وقال إن المدرب السابق لريال مدريد مورينيو طبعا في إحدى مباراياته كاد أن يقتل رونالدو بالرقب من تسجيله اللي هاتريك وقال إن إيه دي بايور قال إن مورينيو كان عصبي جدا وقال إن هو يتذكر في إحدى المباراة لما انتهى الشوت الأول بـ 3 أهداف مقابل للشيء والأهداف دي كان سجلها رونالدو في فترة الاستراحة كان غضبا جدا وضرب يعني التلاجة المية برجله ورمى التلفزيون على الأرض ورمى الأزايز على الأرض ولم كانش مقتنع تماما بأداء بعض اللعيبة وده واضح إن مورينيو مدرب ما يبيرداش بأي حاجة وإنك صعب تقنعه بأي شيء حتى لو كنت مسجل 3 أهداف أو لو حتى كنت منتصر وده سبب من أسباب إن في بعض الحساسية ما بين لعيبة معينة ما بين مورينيو في الفترات السابقة وده بيصعب على مورينيو من توليه المسؤولية في الفترات القادمة الأندية الأوروبية تبحث تعديلات دوري الأبطال المثيرة للجدل فيه كلام على إن هيكون فيه تعديلات لدوري الأبطال بداية من العام 2024 وده الكلام اللي كان موجود من اتحاد الأوروبي ولجنة الأندية اللي بيرقصها أنيالي وهو رئيس نادي اليوفنتس لكن بنتكلم على بعد 3 سنين هل ممكن دوري الأبطال يتم التعديل ويتعمل بطولة زي دوري الأمم الأوروبية يكون فيه بطولتين بطولة للأندية القوية وبطولة يشارك فيها الأندية اللي موجودة في منتصف الجداول لإعطاء كل الفرع حقها في المشاركات الأوروبية لمسة سانشيز الواحدة تكلف منتشستر ينايتد نصف مليون جنيه سليني طبعاً أليكسس سانشيز واحد من نجوم الكرة العالمية لكن نحظه سيء جداً مع فريق منتشستر وباحتمال كبير أنه ما يكونش موجود في نهاية الموسم طبعاً أليكسس سانشيز ما أقنعش سولتشاير بقدراته من خلال وجوده في الموسم الحالي كان عنده مشاكل معموليني ولكن لما جاء سولتشاير قلنا خلاصاً أليكسس سانشيز هيعود من جديد لكن اللاعب في مباراة منتشستر سيتي واللي شارك لمدة 12 ديئة لمس الكرة فيها لمسة واحدة فقط واللمسة لم تكن حتى مؤثرة واللمسة دي كلفت بس يعني أليكسس سانشيز 500 ألف جنيه سليني مرتب أليكسس سانشيز أسبوعياً بيصل إلى 500 ألف في الأسبوع يعني 2 مليون في الشهر وبالتالي أليكسس سانشيز عبء كبير على إدارة منتشستر الفيفا يوقف ثمانية لعبين على خلفية تلاعب بالنتائج أصدر الاتحاد الدولي كرة القدم في فا عقوبات مدى الحياة بحق ثمن لعيبة حاليين وصابقين بالإضافة إلى وكيل أعمال على خلفية إدانتهم بالتلاعب بنتائج المباريات وشملت قايمة اللاعبين الموقفين عن مزاولة أي نشار متعلق بقرة قدم القائد السابق لمنتخب سيرليون ومدافع ترندات وتوباكو السابق دول حاولوا يتلعبوا بنتائج مباريات دولية أيضا القائمة شملت لعيبة من بنين وأفغانستان وكوبا وبالإضافة إلى وكيل أعمال من زمبابوي وتم إيقاف لاعب من كينيا لمدة عشر أعوام وتغريمه مبلغ 15 ألف فرانك سويسري والتحاد الدولي قال في بيان أن إيقاف هؤلاء يأتي بعد تحقيق واسع النطاق أجراء الفيفا على مدى أعوام عبر وحدة النزاهة التابعة له بالتعاون مع المعنيين والسلطات تبرئة الرئيس السابق لبرشلونة روسيل من غسيلة الأموال قلنا لحضراتكم أنه هو في فقرة أغلفة الصافة العالمية قال أنا سعيد جدا ده روسيل قدام حضراتكم على الشاشة هو الرئيس السابق لنادي برشلونة وبرأة محكمة أسبانيا ساندر روسيل الرئيس السابق نادي برشلونة من طهمة غسيلة الأموال واللي أوقف احتياطيا بسببها في 2017 وتم الإفراج عنه تحت مرأبته قضائيا مع بدء المحاكمة في فبراير الماضي والاتهام اللي كان موجه إلى روسيل وزوجته وأربع أشخاص آخرين بغسيلة الأموال على نطاق واسع في مبلغ يقدر على الأقل بعشرين مليون يورو من عام 2006 طبعا طلب الإدعاء سجن ساندر روسيل كان فيه كلام أو الإدعاء اللي موجود في المحكمة كان طالب بسجن روسيل 11 عاما وتغريمه 59 مليون يورو لكن تم تبريق روسيل رسميا رونالدو يطلب خليفته بالاسم والوكيل المشترك يسأل الصفقة كريس طبعا رونالدو واضح ما زي ما حضراتكم شايفين دي الموهبة البرتغالية جوا فالكس لعب من فيكا ورونالدو طالب من إدارة اليفانتس تعاقد مع اللعب اللي هيكون موهبة كبيرة جدا جدا من خلال الفترات القادمة فالكس أو جوا فالكس عنده 19 سنة متقلق جدا مع فريق من فيكا السيتي بقى والأوثالي ساندر مان ولاية المدريد بيحاولوا أنهم يتعاخدوا ويتواصلوا مع اللاعب وسعره هيوصل من 100 ل120 مليون يورو 22 مباراة لعبها في الدورة البرتغالية سجل 13 هدف وصنع 7 وأصبح أصغى اللاعب بيسجل ثلاثية هاتريك في الدورة الأوروبي بعد ما كان الرقم مسجل بسورجو أجويرو في عام 2007 مع أتلكم مدريد الأسباني طيب آخر خبر موجود معنا هو خبر في اللعبات الأخرى واللعبات المختلفة قتال خارج الحلبة بين أعظم عداء المسافات الطويلة زي ما حضراتكم شايفين أنه كان فيه تبادل العداءان البريطاني مو فرح والإثيوبي هايلي اتهامات تتراوح بين السرقة والإعتداء بالضرب ووسط تلميح بأن القضية سترفع إلى القضاء وده قبل أيام من خود البريطاني دمار ماراثن لندن يعني فيه ماراثن كبير في لندن الأيام اللي جاية ووضح أنه فيه مشاكل ما بين العداءين اللي قدام حضراتكم على الشاشة لكن يعني الاتنين نجوم واحد منهم توج بذهبيتي سباق 10 تلاف متر في أولمبياد أتالانت 96 وسيدني ألفين والآخر طبعا كان عنده أربع ذهبيات أولمبية فيه سباق 5 تلاف و10 تلاف متر وكان فيه كلام بالاتهامات أن كل واحد فيهم سرق حاجة وكلام كتير كده زي ما حضراتكم شايفين واضح أن الاتنين بسم الله ما شاء الله الاتنين يعني يحوش جوه وبرع حلبة السباقات طيب وصلنا مع حضراتكم للفقرة المهمة جدا ولا دائما حضراتكم تتابعوها ودائما بتكون فيها يعني فيديوهات رائعة وممتعة ودائما بتكون محصرية هنا معنا في وولد سبوتس فقط الفيديوهات المتنوعة ونبدأ معكم بأبطال الدوريات واليوفنتس هو بطل الدوري الإيطالي للمرة التمنى على توالي لكن أكيد احتفالات أليوفنتس كانت مختلفة من داخل غرف خلع الملابس في مباراة قوية أمام فريق فيورنتينا لكن المباراة كانت خارج ملعب أليوفنتس وبالتالي كانت الاحتفالات أكثر داخل غرف خلع الملابس خاصة مع المدير الفني أليجري تعالي نشوف احتفالات فريق أليوفنتس باللقب الإيطالي للمرة التمنى على التوالي ونرجع نكمل مع حضرتكم ومن إيطاليا إلى اليونان ومدينة سالونيكي وباوك بطل الدوري اليوناني بعد 34 سنة طبعا يعني زمينا العزيز عمر البنوبي هو واحد من مشاجعين نادي باوك وهو بيحب فريق باوك جدا جدا فاحنا بقى جبنا له احتفالات في نادي باوك والمدينة المجنونة بكرة القدم والمدينة اللي فعلا بتاعشق قرة القدم قلنا باوك واحد من الأندية اليونانية اللي احترف فيها لعيبة مصرية كتيرة جدا 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 وأنا أعتقد أن بعد 34 سنة ده كان أقل واجب من جمهور باوك أنه يحتفل بالشكل الجنوني وبالشكل العظيم والكبير اللي احتفل به باوك طبعا وعمر ورده هو لعب نادي باوك بيحصل على لقب الدوري اليوناني أنا أعتقد أن عمر ورده يعني لابد أن يستمر مع نادي باوك ولابد من تصحيح بعض المسارات وتصحيح بعض المفاهيم مع الإدارة ومع المدير الفني الحالي نادي باوك تعالوا نشوف احتفلات مدينة سالونيكي بفوز باوك بعد 34 سنة باللقب اليوناني ونرجع نكمل مع حضركم باقي الفيديوهات احتفلات نادي باريس سان جرمان بالفوز بلقب الدوري الفرنسي لكن المرادي من داخل غرف خلع الملابس مرة الأولانية شفناه شفناه لعيبة زي بتحتفل لكن مدينة سالونيكي طبعا زي ما حضراتكم شفتوا احتفلات نارية بعد 34 سنة لكن فريس سان جرمان لعيبة تحتفل ايضا بشكل جنوني بعد حسم لقب الدوري الفرنسي تعالوا نشوف احتفلات فريس سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي ونرجع نحن الجنون فيه الارجنتين ودايما جماهير الارجنتين عاشقة لكورة القدم وفيه تدريبات بوكا جونيورز كارلوس تيفيز بيتعامل بصراحة تعامل محترف جدا مع واحد من مشجعين يصمم يسلم ويحضن ويعمل كل حاجة مع لعيبة فريق بوكا جونيورز تعالوا نشوف ازاي كارلوس تيفيز يتعامل مع مشجع ريفر بليت اللي كان نزل الملعب وقتح من الملعب لكن موقف كان يحترم جدا تعالوا نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم جماهير اللي حضراتكم شايفينها دي موجودة في تدريب عادي جدا لبوكا جونيورز واللي متابع الدول الارجنتين هيعرف ان دايما في اي مباراة مهمة لبوكا جونيورز او ريفر بليت اي حد منهم الجمهورين بيكونوا موجودين مليانين الملعب وبالتالي دي مش حاجة غريبة على الارجنتين لكن يعني موقف يحترم فعلا من كارلوس تيفيز تجاه المشجع اللي زي ما حضراتكم شفته كان يعني متشوق جدا للعيب الفريق بوكا جونيورز يعني كرة القدم دايما بيكون فيها فرص ضاعة كتير لكن لما يكون فرصة ضاعة وعدم وجود توفيق تبقى فرصة غريبة وبتكون نحس على الفريق وفيها توفيق للفريق آخر تعالوا نشوف واحدة من أغرب الفرص اللي موجودة في كرة القدم ونرجع نكمل معاكم امريكي جيرمان ديفو عارفينوا انه واحد من أعظم المهاجمين اللي جون في تاريخ انجلترا لكن انتقالوا لدوري الأمريكي يكونوا كنجم وايقونة كبيرة جدا أكيد ده بقى موجود في الدوري الأمريكي من خلال وجود يعني زلطان إبراهيموفيتش ديفو وفيها وكاكا وانجوم كتيرة جدا لكن ديفو بيتعامل في موقف كان يعني ماينفعش يخرج منه تصرف زي كرة ستة حب انه هو يشوتها لكن القدر يشاء انه يحصل له موقف محرج لكن بعد الموقف المحرج يتعامل ازاي والكاميرا كانت مركزة معاه ده الأهم تعالوا نشوف جيرمان ديفو بعد ما كان مصمم بيسدد الرقلة الحرة والقدر لعب معاه ازاي وهو تصرف ازاي ونرجع ان نكمل مع حضراتك خطير يعني لما يكبر ده يكون أسطورة من أساطير كرة القدم طيب كلنا عارفين ان كرة القدم فيها بعض اللعبات اللي بتنمي المهارات الطايرة اربعة واثين في النص التنس كل ده بالرجل لكن لعيبة برشونة دايما بيكون مختلفة في المهارات الفردية وفي اللعبات اللي بتكون خاصة بتنمية المهارات تعالوا نشوف نجوم برشونة ازاي بيلعبوا كرة طايرة بالرجل وكلهم بيقدروا يتصدوا الاستيرفات القوية جدا من بعضهم البعض تعالوا نشوف ونتمتع ونرجع ان نكمل معه ده حضراتكم بيكون تحدي زي ما حضراتكم شايفين اللي بتقع منه الكرة بيدربوه في ادنه كده ضربة خفيفة علشان يتعلم بعد كده ما يفردش في الكرة كرة الصلاة دايما هي الكرة الاكثر امتاع عندنا كلنا وكلنا عارفين اللعب كرة الصلاة بيكون عندهم مهارات استثنائية صعب جدا ان نلاعب كرة قدم عنده الحتتين كرة الصلاة وكرة القدم الحتشارات زي ما بنقول ممكن الوحيد اللي في العالم اللي عنده ده وبيمتعنا هو ارنالدينيو عنده مهارات في كرة الصلاة وعنده مهارات في الملعب الكبير لكن هداف كرة الصلاة ايضا بيكون يا تاكتك مختلف ولعبة مختلف وشكل مختلف هنشوف واحد من امتع الاهداف اللي ممكن نشوفها في حياتنا ومعتقدش الفريق ممكن يشتغل بالتيمورك ده مع بعض انا معتقدش لو انتم عندكم نشوف واحد من افضل واعظم الاهداف فنيا في كرة القدم الصلاة ونرجع نكمل مع حضرتكم حضرتكم من احد الاهداف اللي الواحد ممكن نشوفها في عالم في كل حاجة حاجة لكن النهاردة عندنا في الحلقة اهداف مميزة جدا وهداف في مختلف الدوريات الدوري الامريكي الدوري الاتيني الدوريات الشباب الدوريات الناشئين حتى في دوريات الهوا دوري الناشئين دايما نجيب لحضرتكم ايضا الاهداف المميزة وبالتالي الشباب يعني هم يخول كرة القدم هذا فرائع جدا في دوريات الناشئين هنشوفهم مع حضرتكم ونرجع نكمل معاكم ده الفيديو حيث بس اقول لحضرتكم على حاجة بسيطة جدا عشان اللي بتفرج معانا على الفيديو ده احنا كلنا شوفنا طبعا الولد رقص وعمل ثرو باس نفيش احلى من كده لكن ممكن حد يقول حدش بيخش عليه طيب عايز اقول لحضرتكم ان اللي بيميز لعيب كرة عن لعيب كرة هو النطج والفكر الكروي والرؤية اللي دايما بتكون عنده واللي دايما بتكون سابق سنه الولد ده بيلعب في مرحلة ناشئين موجودة والتحرك اللي كمان رأس الحرب عمله وقطع ما بين الاثنين مساكين ده كمان تحرك يتحسب لرأس الحرب انه هو سابق سنه وعنده فكر مختلف وده اللي بيميز ناشئ عن ناشئ ولاعب عن لاعب هو ليه ميسي مميز ليه رونالد مميز ليه اللعيبة اللي دايما احسن لعيبة في العالم بيكون مميزة علشان بيكون وصلت لقمة النضج الكروي وايضا بيكون عندها رؤية مستقبلية عارفة هي بتعمل ايه وعارفة الخطوة اللي جاية بعد ما تستلم الكرة هي ايه ودايما زي ما مدربين كتير بيتكلموا معنا الاهم من ان انت تستلم الكرة الخطوة اللي بعد ما تستلم الكرة هتعمل فيها ايه دي كانت نقطة بس حبيت ده انا وضح لحضراتكم عشان محدش يستسهل المواقف ولا الاهداف اللي بنورها لحضراتكم دي لكن هي صعبة جدا 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 في الفكر والرؤية دوري الارجنتيني ومهارة استثنائية اعتقد ان هي صعبة تتعمل في ملاعب حضرات ممكن تتعمل في ملاعب خماسية او في كرة الشارع او كرة الشراب زي ما حضراتكم عارفين تعال نشوف مهارة استثنائية في الدوري الارجنتيني ونرجع نكمل مع حضراتكم لما حضراتكم شايفين بيكون فيها مهارة ممتعة جدا ومهارة استثنائية من نوع خاص ودائما بيجيب لحضراتكم زي ما انتم متعودين الحاجة الجديدة الحاجة الغريبة اللي حاجة دائما مش بتلاقوها غير معانا هنا فورد سبورت زي ما بيكون معانا مدخلات مميزة جدا بيكون كمان معانا فيديوهات مميزة كرة القدم اللعبة بيتجمع فيها كل المشاعر المختلفة للبناء الدني الفرحة والزعل والتعصب والعياط والضحك وكل حاجة لكن اكيد في الفترة الاخيرة تابعنا ان ممكن يكون يعني في المدرجات احداث مختلفة ايه اغرب حاجة ممكن تيجي في دماغك تحصل في المدرجات فكر شوية طيب تعالوا نشوف ايه اللي ممكن يحصل في المدرجات ونرجع نكمل مع حضراتكم كن بقى ممكن يحصل ايه في المدرجات لخطبتك وتطلب منها الزواج رسميا في المدرجات سلام بقى لو انتم الاتنين بتشجعوا فريق واحد بتحبوا نفس اللعبة وزي ما حضراتكم عارفين يعني قلال جدا جدا لما تلاقي واحد امرأته او بنته او اي حد عنصر نسائي في البيت مهتم بلعمل كوريت القدم ويكون حريص ان هو يكون موجود معاه في المدرجات ممكن في البيت تفرج على المتشاط او تتابع معاك كل الدوريات لكن تكون موجود معاك في المدرجات موضوع بيكون صعب شوي لعيب برشتونة ناشئين برشتونة دايما بيكونوا ممتعين جدا وعندهم مهارات مختلفة اكاديميات لمسيها واحد من انجح الاكاديميات اللي موجودة في العمل هنشوف معاكم مهارات صغار برشتونة ونرجع نكمل مع حضراتكم خليكم معاكم ضربات الجزاء بالنسبة لنا ان كل واحد يشوت في الزاوية اللي هو بيحبها بطريقة قوية جدا علشان حارس ما يعرفش يلحق يصده الكورة وفي نفس الوقت يضمن ان هو يجيب هدف طيب بدأ الموضوع يتطور وبدأ يكون فيه اشكال وعلى طريق بانينكا ان الكورة تتعامل تشاب خفيف حارس المرمى ما بيلحقش ان هو ما يصدها لكن ممكن ايه اللي يحصل تاني في رقلات الجزاء وبشكل يكون صعب ويتكون اول اول مرة في تاريخ كورة القدم يتم تسجيل رقل الجزاء بالشكل ده بصراحة احنا او انا وفريق الاعداد احنا مسميين الفيديو اللي جاي ده بانينكا لفل الوحش لفل المستحيل اي حد في العالم يسجل لرب الجزاء بالشكل لحضراتكم هتشوفوه كل احب يفكر ايه تسجيلت ازاي او ايه اللي حصل او ليه انت بتقول كده انا مقدر شاشر حكتر من كده تعالوا نشوف رقل الجزاء على طريق بانينكا لفل صعب جدا 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 ومحدش نصيحة مني يعني محدش يحاول يجربه علشان هيبقى منظر وحش تعالوا نشوف ونرجع نكمل معكم لكم محدش يحاول يجرب خالص ضربة الجزاء بالشكل ده يعني لفل الوحش فعلا وليفل صعب جدا جدا ان لاعب يفكر بالشكل ده وكمان يضحك على حارس المرمى ويخليه حتى رد فعله وصعب انه يرجع ستوت كورتين طيب دوري الهواء دايما او دوريات الهواء بيكون فيه اهداف رائعة جدا جدا زي ما حضرتكم متعودين معنا تعالوا نشوف ايضا واحدا من افضل الاهداف في دوريات الهواء ونرجع نكمل معها درافق في مرحلة النشئين او البراع دايما بيكون اكبر داعم لنا هو الاب والام بيكونوا موجودين معنا في المباريات في التدريبات وهو او هم بصراحة اللي بيكونوا اكبر مشجع لنا بارا الملعب وبالتالي توجيهات الاب او الام لما الابن بيسمع ليها ساعات بيتيجي معنا لكن من منبق مدرجات الاب بيقول لابنه شوك والابن بيسمع الكلام ويطار الكرة داخل الجن ولا لا تعالوا نشوف ونعرف توجيهات الاب عملتين مع ابنه ونرجع نكمل معها بعضك دوريات للنشئين والاهداف العالمية لسه مستمرة معنا هنشوف هدف رائع في دوريات النشئين ونرجع نكمل نحضر من اقوى الدوريات اللي موجودة في قارة افريقيا بدأ يتطور مستوى بشكل رهيب جدا حتى القالة بتاعت العيبة اللي بقت موجودة بقت حاجة مختلفة تماما عن قبل كتا وبالتالي الاهداف اللي موجودة في دوري جنوب افريقي بقت اهداف رائعة جدا هنشوف واحدة من امتع واحدة الاهداف في دوري جنوب افريقيا والسنة دي تعالوا نشوفه ونرجع نكمل معكم يا ترى كل واحد هيتفرج على الفيديو اللي جاي ده هيفتكر مين من صحابه ممكن يضيع الفرص السهلة والغريبة دي تعالوا نشوف اغرب الفرص الضيعة في دوريات الهوا ونرجع نكمل مع حضراتك ومهارات الشوارع اللي بيكون دايما مختلفة تعالوا نشوفها ونرجع نحاول نخلص معاكم بقى فيديوهات طيب وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقة اليوم من وولد سفورتس بشكر طبعا عمر البنوبي واحمد شهاب ومحمد عبد المنصف على المجهود الرائع اللي بيعملوه في المداخلات وفي الحلقة بشكل عام ان شاء الله نشوفكم بقى على خير وكل سنة حضراتكم طيبين بنسبة شام النسيم وان شاء الله يكون اسبوع كله اجازة سعيدة نشوفكم نفس المعاج يوم الجمعة ان شاء الله من خمسة إلى ستة ونص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته